التمرين الثالث في الأشعة الموجود في الشهادات السابقة لهو 2013 المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس إذا أن الأو هو مبدأ للمعلم والإ هو الشعاع فواصل والج هو الشعاع التراتيب علم النقط ABC إثنان صفر إثنان صفر نقص ربعة ثلاثة نقص أربعة ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة ABC أحسب إحداثيتي الشعاع AB ثم الطول AB يمكن بطريقة بصرية أحسب AB AB أين هو هو هذا كيف أحصل عليه بعلاقة شال أنتقل هكذا ثم أنتقل هكذا إذن نقص ستة ثلاثة بصريا نقص ستة ثلاثة هي هنا نقص ستة ثلاثة إذن أين موجودة نقص ستة في هذا وأين موجودة ثلاثة في هذا الطريقة الأخرى مركبات الب النهاية نقص مركبات البداية نعوض الB بما يساويه الB نقص أربعة ثلاثة نقص أربعة ثلاثة والA اثنان صفر ثم نجد نفس الكلام بالنسبة لحساب الطول A-B طريقتين A-B هذا الطول هو هذا مربع زائد هذا مربع تحت الجدر أنا عندي ستة هنا عندي ثلاثة ستة وثلاثين زائد تسعة ستة وثلاثين والتسعة خمسة وأربعون جدر خمسة وأربعين جدر خمسة وأربعين هو الذي وجدته هنا جدر خمسة وأربعون بالنسبة للطريقة الأخرى هو هذا المقدار أسة ثلاثين هو ستة وثلاثين وهذا المقدار أسة ثلاثين هو تسعة بالنسبة للطريقة العامة إذا لاحظ أن هذه XB نقص XA موجودة هنا YB نقص YA موجودة هنا معناها كين بيام سابق لم يطلب حساب المركبات طلب مباشرة حساب الطول واستعملنا هذه الطريقة بيام السابق هذا هو طلب حساب الطول لم يطلب الشعاع أصي مباشرة حساب الطول طبقنا القانون في هذا البيام كانت مساعدة طلب حساب مركبات الشعاع ثم طلب الطول المسافة بين النقطتين إذا نستطيع أن لا نكتب هذه المساعدة لا نكتبها مباشرة أقول مركبة العلوية أسة ثنين مركبة العلوية أسة ثنين والمركبة السفلية أسة ثنين بالنسبة لخمسة وأربعين مشهورة هي تسعة في الخمسة جد تسعة ثلاثة ثلاثة جد الخمسة هو المسافة بين النقطة A والنقطة B هو الطول A B يسوي ثلاثة جد الخمسة عين النقطة D صورة C بالانسحاب الذي شعاعه A B أين هو A B أين هو A B وأين هي النقطة D أستطيع ذلك بصريا بالشطرنج ستة ثلاثة ستة ثلاثة فأجد النقطة D إذن النقطة D أستطيع تعيينها بصريا بصريا النقطة D فاصيلتها نقص واحد ترتيبتها ستة نقص واحد ستة أحصل عليها حسابيا إذن كيف أفعل؟ ما معنى صورة هذه هي هذه؟ معنتها علاقة شوعية وهي C D يسوي A B الآن معروف والب معروف A B معروف الس معروف والد مجهول يكون فيها مجهول وحد وتقول إلى حل جملة معادلتين فيها مجهول وحد جملة معادلتين المجهولين كل معادلة فيها مجهول وحد إذن نبدأ بحساب مركبة الشوع A B نقص ستة ثلاثة نقص ستة ثلاثة وجدناه سابقا نقص ستة ثلاثة بحسوب سابقا إذن بالنسبة لهذا الشوع هاوره نقص ستة ثلاثة بالنسبة لدي لا نعرف دي أقول X D Y D وصي معروفة نعوض بها ما معنى شعاع يسوي شعاع معناتها المركبة العلوية تسوي المركبة العلوية المركبة الصفلية تسوي المركبة الصفلية هذا الشيء اللي كتبنا هنا فيها مجهول واحد نقص خمسة إلى الطرف الآخر نقص ثلاثة إلى الطرف الآخر حساب نقص واحد وحساب ستة نجد الواحد والستة وقد وجدناهم بطريقة بصرية ولهذا يستحسن نضيف فكرة أن هناك طريقة بصرية ما عليهاش إذن هناك طريقة بصرية طريقة أخرى طريقة بصرية بقراءة بيانية فقط يمكن الجواب على هذا الكلام بالنسبة إلى السؤال الذي بعده أوجد إحداثيات M نقطة تقاطع المستقيمين B C و A D أين هو B C أين هو B C وأين هو A D معنى تتكلم على القطر تقاطع القطرين على مركز متوازن أضلع الفكرة من أين أحصل على هذا النصف هو فاصلة C وهي خمسة وفاصلة B أجمعهما واحد واحد تقسيم اثنان نصف بالنسبة للترتيبة ترتيبة C زائد ترتيبة B على اثنان وتسوي ثلاثة إذن إيجاد إحداثية آم نقطة تقاطع المستقيمين بما أن هذا هو هذا فإن الرباع متوازن أضلع متى يكون الرباع متوازن أضلع إذا تحقت للعلاقة الشوائية لاحظ باللي A B لماذا هو متوازن أضلع عندي هذا يساوي هذا فالرباع A B D C فهذا الرباع متوازن أضلع ما هي فائدة متوازن أضلع هنا أن القطر من خواصه القطران متناصفان أي أن النقطة A منتصف B C و A D ماذا تسوي فاصلتها وماذا تسوي ترتيبتها فاصلتها مجموعة الفواصل تقسيم اثنان وترتيبتها مجموعة ترتيب تقسيم اثنان وأجد إذن إحداثية النقطة A هو نصف وزائد ثلاثة ونكتب A زائد نصف زائد ثلاثة وقد عرفنا ذلك بيانيا استطعنا أن نجد ذلك بيانيا بهذه الطريقة أنتهي من حل هذا التمرين